بعد انتقال صالح عليه السلام من الرفيق الاعلى ظهر قوم اخرين يعبدون الاصنام ولكن في جزئتان من الارض وبالتحديد في مدينة بابل فتعالوا بينا نعرف قصتهم مع ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام هو ابراهيم ابن تارح ابن ناحور ابن ساروغ ابن راعة وابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخ شذ ابن سام ابن نوح عليه السلام ولما كان عمر تارح 75 سنة ولد له ابراهيم عليه السلام وكان ابراهيم عليه السلام له اخوة هاران وناحور ولد لهاران لوط عليه السلام وابراهيم هو الاوسط وهاران مات في حياة ابوه وتزوج ابراهيم بسارة وناحور بابن اخي هاران وكانت السيدة سارة عاقرة لا تلت وانطلق ابراهيم وابوه زوجته سارة ولوط عليه السلام لارض الكنعانيين فمكثوا فيها الى ان مات ازر او تارح وهو يبلغ 250 سنة ودي كده نظرة مجزة لأسرته وطبعا مذكور قصة ابراهيم عليه السلام مع ابوه ازر في سورة مريم وقصة بعثه الموجودة في سورة الانعام وقال تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الا قوله تعالى وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين بعدما بوعد ابراهيم عليه السلام قعد يدعو قومه لعبادة الله تعالى وترك عبادة الاصنام وبدأ بابوه وبعد كده قومه الى ان قال لهم ففي يوم من الأيام خرجوا العيد ليهم فكانوا عايزين إبراهيم عليه السلام يروح معاهم فقال لهم إني سقيم يعني مريض ومش هاد راجي معاكم وخلي بالك لما قال وطالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا المدبرين ألها مع نفسه لو كان ألها في وشهم كده كانوا أحرقوا بالنار قبل ما يحطم أصنامهم وحطم الأصنام كلها إلا الصنم الكبير ووضع الفأس على كتفه ولما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين في بعض الناس بقى سمعوا لما توعد الأصنام فقالوا إيه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون يعني هتوا ونشوفوا هل هو فعلا عمل كده ولا لا فلما سألوا قال لهم بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فهم قالوا إيه لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يعني هم أتره بأنها أصنام لا تتكلم فرح قال لهم إيه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهاتكم إن كنتم فاعلين فحفروا له حفرة كبيرة وقطعوا الأخشاب وأشعلوها نار فألقوا فيها وفيما رويا أن جبريل عليه السلام عرض له في الهواء فقال له يا إبراهيم ألك حاجة فقال أما إليك فلا فدعا فقال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك وفي رواية أخرى أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل فأمر الله النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم في رواية أن ملك المطر قال متى أؤمر فأرسل المطر وقال ابن عباس لو لا أن الله قال وسلاما لآذى إبراهيم من بردها وذكر أن أم إبراهيم لما شافت ابنها بهذا المنظر جالس في النار كأنها روضة خضراء فنادت عليه فقالت يا بني إني أريد أن أجي إليك فادع الله أن ينجيني من حر النار حولك فقال نعم أقبلت إليه لا يمسها شيء من النار فلما وصلت إليه اعترقته وقبلته ثم عادت وقيل إنه مكث في النار أربعين يوم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال نعم الرب وربك يا إبراهيم وبكده خلصت حلقتنا النهاردة وألقاكم في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته